بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأناه في الحديث عن الأرقان الموضوعية الخاصة للشركة نتحدث عن الركن الثالث من الأرقان الخاصة وهو اقتسام الأرباح والخسائر اقتسام الأرباح والخسائر هو الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله فلولا رغبة الشرقاء في اقتسام الأرباح والخسائر لما نشأت الشركة ودعونا نتحدث عن تيفية توزيع الأرباح والخسائر هناك أربع فرضيات يجب أن ننظر إليها حينما نريد أن نوزع الأرباح والخسائر الفرضية الأولى إذا كان هناك اتفاق فيما بين الشركاء على كيفية توزيع الأرباح والخسائر ففي هذه الحالة يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما بين الشركاء ما لم يكن هناك صورة من صور شرط الأسد وصور شرط الأسد هي معلومة وهي 6 صور ذكرت في القانون على سبيل الحصر وهذه الصور 1 حرمان أحد الشركاء من الربح 2 تحميل أحد الشركاء كل الخسائر أو تحصينه منها 3 تخصيص كل الأرباح لشريك واحد أو أكثر دون الآخرين 4 التحديد المسبق لنسبة سابتة من حصة الشريك كربح بغض النظر عن الظروف المالية للشركة 5 استرداد أحد الشركاء حصته عند حل الشركة كاملة وسالمة من أي خسارة 6 إنقاص نصيب أحد الشركاء من الأرباح مقابل عدم اشتراكه في الخسائر فإذا كان هناك صورة من صور شرط الأسد بطل ما تم الاتفاق عليه فيما بين الشرقاء لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو وجدت صورة من صور شرط الأسد هل عقد الشركة كله يبطل أم أن الذي يبطل هو شرط الأسد فقط البند الذي يوجد فيه شرط الأسد في الحقيقة الذي يبطل هو البند الذي يوجد فيه صورة من صور شرط الأسد ويبقى عقد الشركة صحيحا فالفرضية الأولى كما ذكرنا هي أن يكون هناك اتفاق فيما بين الشرقاء على كيفية تقسيم الأرباح والخسائر فينفذ ما تم الاتفاق عليه أما الفرضية الثانية وهي أن لا يكون الشرقاء قد اتفقوا على كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر ففي هذه الحالة يتم تقسيم أو توزيع الأرباح والخسائر بحسب المساهمة في حصص رأس المال فإذا كانت المساهمة في حصص رأس المال بنسبة 1 إلى 2 إلى 3 فتم تقسيم الأرباح أو الخسائر بنسبة 1 إلى 2 إلى 3 الفرضية الثالثة إذا تم الاتفاق فيما بين الشرقاء على كيفية توزيع الأرباح وسكت عن كيفية التحمل في الخسائر ففي هذه الحالة يتم التحمل في الخسائر بنفس نسبة الاستفادة من الأرباح الفرضية الرابعة وهي الحالة العكسية للفرضية الثالثة وهي أن يتم الاتفاق على كيفية التحمل في الخسائر دون أن يتم الاتفاق على كيفية الاستفادة من الأرباح وفي هذه الحالة أيضا يتم الاستفادة من الأرباح بنفس نسبة التحمل في الخسائر هذا بالنسبة للشرط الثالث وهو اقتصام الأرباح والخسار أما بالنسبة للركن الرابع من أرقان عقد الشركة وهو نية المشارقة في الحقيقة نية المشارقة هذه هي التي تفرق ما بين عقد الشركة وما بين الشيوع الإكباري فلولا وجود نية المشارقة هذه لكان عقد الشركة باطلا فلنا أن نتصور المثال التالي لو أن هناك شخص طرق معك مبلغ على سبيل الأمانة وثافر ثم عاد بعد ذلك يطالبك بهذا المبلغ فذكرت له أنك أدخلته معك في شراقة وأنك خسرت هذا المال فهل هذا الكلام جائز؟ بالطبع بالفعل هذا الكلام لا يجوز لأنه ليس لدى الطرف الآخر نية أو رغبة في المشارقة يفهم من هذا الركن أن طلاقي إرادة الأطراف ورغبات أطراف الشركة والتحاد مصالحهم لتحقيق الربحة والخسارة وقسمة الأرباح والخسائر فيما بينهم يعتمد على وجود هذه النية ويقصد بنية المشارقة الرغبة في الاتحاد والتعاون على قدم المساواة بين الشركاء وتعريض أموالهم للمخاطرة بهذا المفهوم والعناصر يمكن تمييز عقد الشركة عن الأنظمة والعقود الأخرى المتشابهة المتضمنة في الاشتراك فالرغبة تنشأ إراديا بين الشركاء دون فرضها عليهم مما يميز الشركة عن الشيوع الإجباري في الإرس والتعاون يتمثل في تقديم الحصص وتنظيم إدارة الشركة والإشراف عليها والرقابة على أعمالها وبذلك يفرق عقد الشركة عن الشيوع الإختياري كالاشتراك في مال معين في عقد القرض والعمل مع الاشتراك في الأرباح إلى غير ذلك من أنواع العقود التي يمكن أن تتشابه مع عقد الشركة ترجمة نانسي قنقر